السلام عليكم راح نحكي بهالحلقة عن ضربة الشمس وراح نجاوب عن كثير من الاسئلة اللي اهمها شو هي ضربة الشمس شو هي اعراض الاصابة بضربة الشمس كم تستمر اعراض ضربة الشمس كيف نتعامل مع شخص مصاب بضربة الشمس كيف نخفف من تأثير ارتفاع الحرارة ومن ضربة الشمس خلال فصل الصيف كيف يمكن نعالج ضربة الشمس بالبيت هل يستفيد مريض ضربة الشمس من اعطاء والمشروبات الغازية هل يفيد عصير الليمون او الليموناضة مريض ضربة الشمس وغيرها من الاسئلة خليكم معاي لاخر الحلقة حتى تستفيدوا بشكل كامل شو هي ضربة الشمس ضربة الشمس مصطلح يدل على فقدان الجسم قدرته على تبريد نفسه نتيجة التعرض المباشر للحرارة العالية اما بسبب الشمس او بغير الشمس وهذا ممكن يسبب مضاعفات لاعضاء حيوية بالجسم مثل تلف في الدماغ او في الكليتين سؤال كيف ننصاب بضربة الشمس بعد التعرض المباشر لاشعات الشمس ارتفع حرارة الجسم وممكن يتوصل لاعلى من 40 درجة مئوية يتعرق الجسم بغزارة وبعدها يفقد الجسم قدرته على المزيد من التعرق فيصير تجفف بالجسم وهذا يعني المزيد من ارتفاع بدرجة حرارة الجسم يزيد هذا الخطر اكثر واكثر مع قلة شرب السوائل ومع ارتداء ملابس تقيلة تمنع دخول الهواء وتبريد الجسم سؤال شو هي اعراض ضربة الشمس اللي ينصاب بضربة الشمس ممكن يلاحظ عليه الاعراض التالية ترتفع درجة حرارة جسمه لأكثر من 40 درجة مئوية الشخص يبدو عليه تنفس سريع وضرابات قلب سريعة ظهور تقلصات عضلية مؤلمة خصوصا بالساقين يكون لون جلد المريض احمر ورطب وساخن يشكو المريض من صداع قوي ودوخة وممكن يشكو من غثيان وإقياء ممكن تظهر عند المريض اعراض عصبية مثل هلوسة باشياء يسمعها هي غير موجودة او باشياء يراها وهي غير موجودة وقد تظهر على المريض صعوبة بالكلام وممكن يوصل المريض لمرحلة الاغماء سؤال كم تستمر اعراض ضربة الشمس اذا كانت ضربة الشمس غير حادة وغير مؤثرة على الاعضاء الحيوية كالدماغ والكليتين فان اعراض ضربة الشمس اذا تم السيطرة عليها قد تستمر من 24 ساعة الى 48 ساعة سؤال كيف نتعامل مع شخص مصاب بضربة شمس اولا يجب علينا اخذ المريض من مكان اللي اتعرض فيه لضربة الشمس ناخده الى مكان ضليل بارد ونحاول نبرد المريض وهذا يتم عن طريق خلع بعض ملابس المريض ووضع الماء البارد على جسم المريض ونجيب مناشف واغطية مبللة بالماء البارد ونحطها على جسمه ونوجه عليه مروحة منشان تزود من قدرة التبريد لجسم المريض وكمان ممكن نحط كمادات مية باردة على رقبة المريض وعلى فخذية المريض وتحت ابطية المريض وطبعا لازم نتجنب صدره وبطنولة المريض وكمان لازم نعطيه كمية كافية من السوائل الباردة ماء بارد او عصائر باردة سؤال شو هي اهم الوصفات المنزلية لعلاج ضربة الشمس ممكن نساوي عيران من اللبان الزبادي مع شوية ملح ونخلطها مع بعضها ونشربها للمريض بهدف تعويض السوائل والاملاح اللي فقدها جسمه من خلال التعرق الشديد ولا ننسى انه المي البارد لوحده ممكن يكون كافي لتبريد جسم المريض ممكن نعطي عصائر الفواكه الباردة مثل عصير الليمون او عصير البرتقال او اي عصير فواكه طبيعية وممكن نضيف له عصير التمر الهندي مثلا كمان المبرد يكون كويس للمريض وممكن نعمل خلطة من الماء البارد مع الخل بمقدار معلقة الى معلقتين لكل كوب ماء بارد ونساوي منها كمادات ونحطها على جسم المريض كيف ممكن اخفف من تأثير ارتفاع حرارة الجو ومن ضربة الشمس خلال فصل الصيف بالحقيقة اذا اتبعنا التعليمات التالية رح نخفف كتير من احتمالية اصابتنا بضربة الشمس اولا نخفف تحركنا تحت تأثير اشعات الشمس المباشرة ما بين الساعة 10 صباحا وما بين الساعة الخامسة عصرا في الصيف ثانيا ارتداء ملابس فضفاضة مريحة يفضل تكون قطنية ونبتعد عن الملابس اللي يكون فيها خيط نايلون وطبعا ما ننسى انه لازم تكون هاي الالبسة ذات الوان فاتحة افضلها الابيض ونبتعد عن الالوان الغامقة الاسود والكحلي والبني الغامق لانه هاي الالبسة تمتص اشعات الشمس وتسخن الجسم ولا ننسى نرتدي قبعات لازم تكون ايضا فاتحة اللون لتخفيف تأثير اشعات الشمس المباشرة على الرأس ولازم تكون ممارسة الرياضة في اوقات بعيدة عن تأثير الشمس المباشر يعني في الصباح الباكر او في اول الليل ولازم يتم تبريد الجسم بين الحين والاخر كل يوم في الصيف بالاستحمام بالماء البارد ولازم نتجنب الوجبات الدسمة خلال فصل الصيف خلال الاوقات شديدة الحر لانه هاي الاغذية ترفع من حرارة الجسم تزود الجسم بطاقة عالية يعني وطبعا يفضل اكل الفواكه والخضار وعصائر الفواكه وعصائر الخضار اللي تكون مبردة وافضل هاي العصائر وهاي الفواكه هي البطيخ والاخيار والبندورة اللي احتواءها على كميات عالية من المعادن والفيتامينات والسوائل طبعا وما ننسى انه ممكن نزود جسمنا بمزيد من السوائل الباردة عن طريق العيران المبرد سؤال كيف ممكن اعالج شخص مصاب بضربة شمس في البيت صرنا نعرف القواعد الاساسية لمعالجة ضربة الشمس وهي تعويض السوائل اللي فقدها من خلال التعرق الغزير وتبريد الجسم فمن خلال هاي التعليمات ممكن نعالج شخص مصاب بضربة شمس خفيفة في البيت ننقله الى مكان ضليل ونحطه بغرفة ممكن يكون فيها مكيف هواء او مروحة نخلع عنه الملابس اذا كانت كثيرة ومعيقة لدخول الهواء الى داخل الجسم ولتبريده ناخذ المريض للحمام ونغسله بالمي البارد في الحمام نحط عليه اغطية مبللة بالمي البارد ونعرضه لتيار هواء مثل المروحة مثلا ونعوض السوائل للمريض بالماء البارد وبالعصائر الباردة واذا كان يعاني من الصداع نعطيه حبة مسكنة للألم واذا كان يعاني من الغثيان والاقياء اذا كان موجود بالبيت مضادات الاقياء كمان ممكن نعطيه حبة مضادة للأقياء ولازم نجنب المريض اللي عم نعالجه بالبيت من ضربة الشمس من السوائل المدرة مثل الشاي والقهوة والمتة لانها بصراحة مدرة يعني تطلع السوائل من الجسم ونحن بحاجة انه يكون المريض عم ياخد سوائل ويستفيد منها سؤال هل يستفيد المريض المصاب بضربة الشمس من اعطاءه مشروبات غازية بالحقيقة المشروبات الغازية تحوي على كميات كبيرة من السكريات ومن الكافئين وهي السكريات والكافئين مواد مدرة ساهم بطرح السوائل من الجسم بسرعة ومن المهم عند مريض ضربة الشمس انه ياخد سوائل وما يطرحها بسرعة مشان يستفيد اكثر ما يمكن لهيك منصحة انقدم للمريض المصاب بضربة الشمس اي مشروبات غازية يعني نبتعد عنها ونتجنبها سؤال اخير هل يفيد عصير الليمون او الليموناضة مريض ضربة الشمس بالحقيقة من اولى واهم الاسعافات الاولية اللي نقدمها لمريض ضربة الشمس بعد ما ناخده لمكان بارد هو انه نقدم له سوائل مبردة ومن اهم هاي السوائل المبردة كان عصير الليمون او عصير البرتقال او عصير الجريفون او اي عصير من الفواكه الطبيعية تكون مبردة بالتأكيد راح تكون منعشة للجسم ومفيدة اله تجنبوا الوقوف تحت اشعة الشمس المباشرة وغير المباشرة والاماكن المغلقة ذات الحرارة العالية كثروا من السوائل المبردة البسوا الالبسة الخفيفة المريحة القطنية فاتحة اللون بتعدوا عن الالبسة الضيقة بتعدوا عن الالبسة ذات الالوان الغامقة خلال فصل الصيف الحارق ولا ننسى الاشتراك والاعجاب والتعليقات المناسبة وشكرا لكم والسلام عليكم طيب هنا سؤال جدا مهم هذا الجزء الرابع من سلسلة التهاب المرارة الحاد مع وجود حصيات مرارية وفيها راح اجاوب على العديد من الاسئلة مثل لما يكون فيه التهاب مرارة حاد مع وجود حصيات المرارة شو هو العلاج الامثل ومثل شو هو الفرق بين التهاب المرارة الحاد والمزمن وفيه سؤال كمان مهم جدا إذا لم نجري عملية استئصال المرارة هل تكبر حصوات المرارة داخل المرارة؟